موسيقى قام سعدة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بزيارة إلى الطلبة خلال التطبيق العملي لمتطلبات مساق خدمة المجتمع الذي يعتبر من متطلبات التخرج من المرحلات الثانوية يقوم أكثر من 9000 من طلبات المرحلات الثانوية بتطبيق ساعات الخدمة المجتمعية في 165 مؤسسة حكومية خلال العام الدراسي الحالي وكان سعدة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم قد قام بزيارة إلى الطلبة خلال التطبيق العملي لمتطلبات مساق خدمة المجتمع في عدد من الجهات حيث التقى سعادته بهم واطل على المهام التي يقومون بها ضمن عملية تدريبهم مؤكدا أن هذا المساق يهدف إلى تمكين الطلاب من مجموعة من المهارات والقدرات وإكسابهم العديد من الاتجاهات والسلوكيات في مجال التواصل الاجتماعي مع الآخرين والاهتمام بالشأن العام وتنمية قيم التكافل والتسامح وتعزيز العمل التطوعي وذلك من خلال البرامج والأنشطة والفعاليات التي ينفذها الطلبة في العديد من المؤسسات الحكومية المختلفة التي يتدربون فيها أثبتت هذه التجربة نجاحا باهرا في بناء شخصية الطالب والطالبة والتعرف على قيمة العمل والمشاركة الاجتماعية هذا العام في حوالي أكثر من 9000 طالب وطالبة مطلوب منهم إنهاء عدد معين من الساعات في العمل التطوعي داخل وخارج المدارس خلال دراستهم في المرحلة الثانوية وفعلا هناك ردود فعل طيبة على مشاركة ابنائنا في كافة المجالات طلبت خدمة مجتمع كل سنة مستفيدة منهم أول شيء في خدمة الوطن فوق كل شيء وخدمة المرضى فهم طبعا يساعدوننا في كل المهام أي شيء نطلب منهم مثلا في كل الأقسام في جميع الأقسام الصيدلية أو قسم رعاية الأمم والطفولة عندنا في الاستقبال وإحنا يعني ويد مستنسي منهم ومستفيدين منهم وأهم شيء أنهم يعني قاعدين يتجوما معنا في كل شيء وما تفهم منهم لكل المساعدة وكل خير بخصوص طلاب خدمة المجتمع استفدنا مويد منهم بخصوص عطلاتهم الصيفية أنهم يساعدوننا هنا في البريد نعطيهم توزيع البورسلات وفرز الرسايل ومساعدة الكونتر على توزيع الطرود وتسليمها للزباين يعتبر مساق خدمة المجتمع من متطلبات التخرج من المرحلة الثانوية والذي ينقسم إلى مرحلتين الأولى تطبق داخل البيئة المدرسية نظريا والثانية تشمل التطبيق العملي في إحدى المؤسسات المتعاونة مع الوزارة بالإشراف المباشر من قبل الاختصاصيين المشرفين على التطبيق الخارجي للمساق بإدارة التعليم الثانوي يا حق مركز مني تعيس الصحي عشان مساق خدمة المجتمع وطبعا أي أحد يفخدمة المجتمع راح يستفيد ويد أشياء أنا حطوني أكثر من مكان بس أكثر مكان حاستنا نستفت فيه عندكم ريسبشن يقعدوني على الكمبيوتر سويت ويد أشياء علموني عشان نطلع بطاقة التأمين الصحي حق أي شخص وأكثر شي نستفيد منه أنه شلون تتعاونين مع المرضى اللي بيون يطلبون أي شيء بقنا بريد حق خدمة المجتمع الصراحة وجد استوناست ووجد ارتحت وتعلمت أشياء غير والحمد لله يعني الستاف تيم كان غير تساعدنا وأشار الوزير إلى أن طلبة المرحلة الثانوية المشاركين في خدمة المجتمع خلال السنوات الماضية قد قدموا نماذج مشرفة من خلال تفانيهم والتزامهم بتأدية واجبهم في خدمة المجتمع على الوجه الأمثل مضيفا أن الوزارة قد تسلمت العديد من رسائل الشكر والثنى من الجهات الحكومية لما بذله الطلبة من جهود خلال أدائهم المهام الموكلة إليهم وجه الوزير شكره وتقديره لتلك المؤسسات لتعاونها مع الوزارة من خلال إتاحة الفرصة للطلبة للتدريب وتقديم العون والمساعدة لهم اشتركوا في القناة